فيديو جديد وفيديو مميز لجميع متابعين قناة الأدوات المنزلية عايزة أرحب بيكم معايا في فيديو النهاردة طبعاً كالعادة النهاردة معنا فيديو مميز حنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي مفيش أي ست بيت تقدر أنها تستغنى عنهم وده لأن جميع المنتجات والأدوات دي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في المطبخ أو في البيت فلو لسه مشتركتيش معنا في قناة الأدوات المنزلية أتمنى أني تنضم لينا وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك وياريت كمان ما تنسيش أني تفعلي جرس الإشعارات علشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويوم ينزل على القناة بإذن الله ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف إيه هي المنتجات اللي حتتعرض معنا في الفيديو ده وإزاي نقدر إن احنا نستخدمها ونستفيد منها وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة حكلمكم عن الطرق اللي حتقدروا من خلالهم إن انتوا تجيبوا كل حاجة أنتوا محتاجينها وهنا حنشوف مع بعضها عندنا منظمات للتوابل المنظمات دي بييجي معاها قطعات بتساعدك إن انت تثبيت المنظمات دي عليها عن طريق خاصية المغناطيس وتقدر إن تتخزيني في المنظمات دي مختلف أنواع التوابل البدرة أجل بتبقى موكدة عندك بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا منظم لتخزين وتنظيم البيض بيجو عبارة عن رفين وبياخد معاك تقريبا زي 15 فيضو تقدر إن انت تنظمي جوة التلاج ده أو برد تلاجة وهو كده كده حجمه صغير مش بياخد عندك أي مساحة جوة التلاجة بعد كده معانا مجنوعة من القطع الصغيرة اللي تقدر إن انت تأخيري بيها الفتاحات المختلفة اللي بتبقى موجودة عندك في الخوض بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا أداري التسبيت تقدر إن انت تثبتيها عندك عدد شباك بكل سهولة وتنشر عليها الشماعات والهدوان زي ما احنا شايفين مع بعض كده من خلال الفيديو وهنا معانا قعدة تقدر إن انت تنظميها عندك جوة أي طاصة أو جوة أي حلة وتقدر من خلالها إن انت تسلق البيض أو تثبتي عليها الأطباء وإن انت تعملي من خلالها مختلف الأكلات إن انت بتفضلي وبتحب تعمليها على البخار بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا سلة أو بسكت حاجبها صغير وتقدر إن انت تثبتيها عندك بكل سبولة على أي درج أو على دوليب المطبف وتعمل بيها كل بأي الأكل أو الورق أو أي حاجة تانية إنت عايزها وهنا معانا مجموعة من الأكياس اللي تقدر إن انت تنظمي بيها البطوليات وتقدر إن انت تستخدمينها في توزيم السكر أو الدي أو الروز هنا حنشوف مع بعضها عندنا منظم لتخلين التوابل سواء التوابل البودرة أو التوابل الصحيحة والمنظم ده بيحتوي على ستة شانات كل شانة منه بيجي معاها المعلقة الخاصة بيها وتقدر إن انت تثبت المنظم ده عندك على الغدار بكل سهولة وتنظم عليه بعض لوازم المطبخ اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا منظم المنظم ده بيجي عندك على شكل دائري وتقدر إن انت تلف فيه وتحركيه بكل سهولة وتنظم جواه مختلف لوازم المطبخ زي عادة بالتوابل وص والصاد وهنا حنشوف مع بعضها عندنا مجموعة من القطع العزلة للحرارة والتي تقدر إن نستخدميها تحت أي حلة سخنة أو صنية أو طبق ساخن بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا منظم بالرز طبعا المنظم ده بيستوعد معاك زي 10 كيلو من الرز أو من الدقيق وأكتر حاجة بتميز المنظم ده إن هو بيجي معا أداء معيارية لتساعدك إن تتعايير كمية الحاجة اللي انت عايزاها من المنظم ده وغير كده كمان بيتوفر معا قطعة زي المصفة بتساعدك إن تتفضل رز وتصفيه عن طريق الأداء المعيارية وتقدر إن تتستخدميه بكل سهولة زي ما انت شايف معايا دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا مجموعة من المنظمات إن تقدر إن تستخدميهم كمنظمات للمكارونا أو للرز أو للبابوليات طريقة استخدامها سهلة جدا بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا مجموعة من الأطباء الصغيرة اللي تقدر إن تستخدميها علشان تنظمي بيها الصصات أو الكاتشاب أو الميانيز بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا منظمات لين ودوم المنظمات دي تقدر إن تتنظمي بيها البناطين أو التشيرتات أو الأمصال وهي بتساعدك إنها تخلصك من كلك ركابة البلاب اللي بتبقى موجودة عندك وعلى استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة بيه هنا عندنا منظم بيحتوي على درجين وعلى سنة تقدر إن تتنظمي بيها الفسيل المتوسطخ عندك والمنظم ده بيتسع معاك الاجتماعية كويسة جداً من الكلمات والشامبوهات ومقتنف أدوات ومواد التنظيث هنا حنشوف مع بعضها عندنا مأشرة تقدر إن تستخدميها في تأشير الفضار أو الفكهة وأهم حاجة في المأشرة دي إن هي كل الأشي اللي انت بتقشري بيتجمع بالمأشرة ذات نفسها هنا معانا الرول اللاصق اللي تقدر إن تتثبتيه عندك على داير كرسي الحمام أو على داير الحوض عندك وطبعاً بيجي متوفر عندك بألوان وأشكال مختلفة بعد كده معانا فرشة التنظيف الفرشة دي مصنوعة من السيليكون تقدر إن انت تتنظفي بيها كرسي الحمام بكل سهولة وطبعاً الفرشة دي مرينة وعملية جداً في الاستخدام وطبعاً الفرشة دي بتساعدك إن انت توصلي الأصعب الأماكن وتنظفيها بكل سهولة زي ما هو ظاهر قدامك دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده حنشوف مع بعض عندنا مجموعة من فرش التنظيف إن تقدر إن انت تلظفي بيهم كرسي الحمام بكل سهولة في كل الزوايا إن بتبقى موضة بيه والفرش دي بيجي معاها منظم خاص بيها تقدر إن انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة بعد كده حنشوف مع بعض عندنا منظم جميكياش المنظم ده بيجي معاً ثلاث أدراك تقدر إن انت تلظم بيها الإكسسوارات أو الميكوب وده غير الرف الفقاني اللي بيجي متقسم عندك وتقدر إن انت تنظم بيه مختلف اللوازم الشخصية بعد كده حنشوف مع بعض عندنا أداية للتسبيت تقدر إن انت تثبتيها على الجدار بكل سهولة وتقدر إن انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة ممكن تنظم عليها مختلف أدوات التنظيف ومختلف اللوازم اللي انت تستخدميها سواء في المطبخ أو في الحمام بعد كده حنشوف مع بعض عندنا رفق تقدر إن انت تثبتيه عندك بكل سهولة على الجدار وبعد كده تنظم عليه مختلف أشكال وأنواع الشماعات اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده حنشوف مع بعض عندنا منظم للحمام المنظم ده تقدر إن انت تلظمي بيه كما كويسة من المنادير والعطور والكريمات وكمان تقدر إن انت تلظمي مع الجون الأسنان وفرش الأسنان وفرش الشعب وطريقة تثبيت المنظم ده على الجدار سهلة جدا مش محتاجة لأي أدوات تثبيت بعد كده تعالي شوفي معايا انفورشة اللي بتساعدك إن انت تلظفي جميع أدوات المطبخ وأجهزة المطبخ بكل سهولة وده لإن الفرش دي بتحتوي على ثلاث فرش مختلفة في تصميب بحيث إن يتساعدك إن انت تلصلي لأدوات الأماكن اللي بتبقى موجودة عندك في مختلف أدوات المطبخ وهنا معانا المصفى اللي تقدر إن انت تتحكمي بالحجم التاو علشان يتناسب مع الحوض عندك وتقدر إن انت تصفي بيه الفضار أو الفاكهة أو الموعين بعد كده عندنا المصفى ده تقدر إن انت تتحكمي بالحجم التاو علشان يتناسب مع الحجم الحوض عندك وتقدر إن انت تصفي بيه الفضار أو الفاكهة أو الموعين هنا بقى معانا فرشة ومكنسة بنفس الوقت وبيجي معها الجرور الخاص بيها طبعا تقدر إن انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة في التنظيف ممكن تنظفي بيها السجاد أو البلاط أو الرخام أو الجدران وهنا معانا رول من الفوض أو المناديل اللي هي بتبقى عندها قدرة عالية على انتصاص السوائل وتقدر كمان إن انت تستخدميها لتنظيف مختلف أدوات ولوازم المطبخ اللي بتبقى موجودة عندك يعني الفوض دي تقدر إن انت تستفيد منها بكذا طريقة في الاستخدام الحقيقة احنا شايفين مع بعض مجموعة متمايزة جدا من الأدوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت بشكل عام لو الأدوات اللي تعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى انتو تدعموني وتدعموا القناة دي للضغط على زر اللايك ولو عندكم أي استفسار عن أي حاجة تعرضت في الفيديو ده ادرجوا ان انتو تكتبوا لفصنة التعليقات وأنا حرد عليكم في قرب وقت ممكن تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما احنا شفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معنا في الفيديو ده ووضحنا ازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها والحقيقة انها كلها ادوات عملية وغير مكلفة وبسيطة جدا وتقدر ان انت تستفيد منها في كذا طريقة مختلفة وبتساهل عليك الحيائق اليومية وشغلك في البيت امر الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي حتتعرض معنا في الفيديو ده وتقدر ان ات تعرفي ايه يا الحاجة اللي انت محتاجها لبيتك والمطبخك وبعد ان انا اتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاجة ان انت تعرفيها في الفيديو ده جي الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم ان احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وكل وساطة وطبعا هم عبارة عن 3 طرق تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت متواجدة بيه فبدايات كده لو انت عايزة طريقة معتمدة تقدر ان انت تجيب كل المنتجات والادوات دي عن طريق تطبيق علي اكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بانجلد او تطبيق اي بي طبعا التطبيقات دي مشكلتها انها تكاليف الشحن بتبقى فيها غالية جدا اما بالنسبة الاسعار البضاعة فهي بتبقى متغوتة يعني فيه عندك ادوات او انت كانت بتبقى اسعارها معقولة وفيه ادوات تانية تبقى اسعارها غالية وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايزة تجيديها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة هيبقى ليها استعار مختلف وعايز اوضح لكم حاجة كمان ان تكاليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا موجودين به يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غنية انما مثلا الشحن الانجليكا او لفرنسا او الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منصطت شوية او في دول بيبقى الشحن ليها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي تقدر من انتوا تتندوها على حسب المكان اللي انتوا متوجدين به بعد كده تعالوا اقول لكم على الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحديدكم مشكلة تكاليف الشحن وهي صفحات الفيسبوك طبعا الصفحات دي برضو بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كديرة من المنتجات دي بيبيعوها عن طريق الانلاين وبتلاقي طبعا حاجة رمزية جدا بس مصاريف التوصيل على حسب المحاوظة او على حسب المكان اللي انتوا موجودة به وطبعا الصفحات دي حتلاقيها لو انتوا موجودة في مصر او في الاردن ما عرفش بقى اعلم انت مثلا في السعادية او في الكويت وانت انت تلاقي الصفحات دي او لأ بس ما عايز اقول لك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا تقدر ان انت تكتب في خانة البحث اللي موجودة في الفيسبوك ادوات منزلية كمصر او في الاردن او في السعادية او في الكويت طبعا على حسب البلد اللي انت موجودة بيها وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي ابل كده في فيديو حسب لكم الروبط بتاعه موجود في صندوق الوصف تقدروا ان انتوا تشوفوه وتستفيدوا عينو اما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي بتبقى موجودة على ارض الواقع او المولاد اللي بتبيع المنتجات والادوات دي فطبعا بتحتاج لمنك جهة لغاية مثل كل الاماكن اللي بتبيع الادوات دي فلو اي حد بيعرف اي مكان او اي محل بيبيع كل المنتجات دي اتمنى انه هو يكتب لنا بخانة التعليقات علشان الكلد يقدر يستفيد من الموضوع ده وبس كده هوده كان فيديو النهاردة اتمنى انو كل الادوات والمنبجات اللي تعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم ما تنسوش تشوي على القناة بتبقى على زر اللايك ولو الادوات اللي تعرضت في الفيديو ده معجبتكمش تقدرون اندو تضغطوا على زر دسلايك ولو عندكم اي استفسار عن اي اداء او اي منتج تعرض في الفيديو ده تقدرون انتوا تكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم في قرoe وقت ممكن نستنوني إن شاء الله أشوفكم على خير في الفيديو الجديد بكرة سبكم في رعاية الله شكرا